رفض البرلمان العربي قرار نظيره الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة وقال بيان لمكتب البرلمان العربي إن تقرير البرلمان الأوروبي يمثل تدخلا سافرا في شؤون الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة كما طالب البيان البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية